الدرس الثاني الملف كويل عرفنا في درس مولد الإشارة الأي سي أنه يمكن إنشاء طيار كهربي باستخدام مجال مغناطيسي لكن هل يمكن إنشاء مجال مغناطيسي باستخدام طيار كهربي؟ نعم والحكاية مش حكاية ممكن أو مش ممكن ده هو ده فعلا اللي بيحصل غصبا عن المادة عندما يمر فيها طيار كهربي فعند مرور الطيار الكهربي في جسد المادة فإنه يظهر فورا في مساحة محددة حولها تأثير قوة خطوط قوة مغناطيسية أي ينشأ مجال مغناطيسي حول المادة وشدة هذا المجال تزيد بزيادة شدة الطيار الكهربي المر في المادة والعكس صحيح وفي حالة أن المادة مستقيمة الشكل زي السلك ده كده تتخذ الخطوط المغناطيسية شكل حلقات دائرية مغلقة لكن احنا عارفين أن خطوط القوة المغناطيسية منها الشمال الخارج ومنها الجنوبي الداخل فما معنى أن تكون الخطوط على شكل حلقات دائرية مغلقة يعني أن الحلقة الواحدة تتكون من خطي قوة مغناطيسية واحد شمالي وواحد جنوبي وبيلفوا حوالين بعض على طول كده أي أن كل نقطة من نقاط هذه الحلقة تتكون من جزئين واحد شمالي وواحد جنوبي طيب كيف يمكن تحديد اتجاه دوران هذه الحلقات عن طريق استخدام قاعدة قبضة اليد فإذا كنا سنشير لاتجاه الطيار في الاتجاه الاصطلاحي فتستخدم قبضة اليد اليمنى حيث يوضع إبهام اليد اليمنى مشيرا لاتجاه الطيار الاصطلاحي فيكون اتجاه دوران بقية الأصابع هو اتجاه دوران الحلقات أما إذا كنا سنشير لاتجاه الطيار في اتجاه تدفق الإلكترونات يعني من السالب إلى الموجب فتستخدم قبضة اليد اليسرى ولاحظ أنها فعلا هتديني نفس الاتجاه تعالوا نتكلم دلوقتي عن موضوع ظاهرة الحث الذاتي للمواد Self-Inductance تخيل عندنا سلك زي ده وجينا مررنا فيه طيار كهرابي DC افرض أن شدة الطيار المار استقرت وثبتت على قيمة معينة فالسؤال هو ما هي نتيجة مرور طيار كهرابي ثابت الشدة في المادة؟ احنا عرفنا من شوية أن مرور الطيار الكهرابي بأي شدة في المادة ينتج عنه مجال مغناطيسي حول جسد المادة وشدة هذا المجال تزيد وتنقص بزيادة ونقصان شدة الطيار الكهرابي المنشئ له إذن في الحالة دي هناك مجال مغناطيسي ناشئ حول السلك وثابت الشدة أيضا وثبات شدة مجال مغناطيسي ما تعني ثبات عدد الخطوط المغناطيسية فيه طيب فاكرين لما قلنا في الكورس السابق أنه إذا كان هناك موصل موضوع في مجال مغناطيسي ما وثابت في مكانه فإنه لا تتولد قوة دفع كهرابية على جسد الموصل لأن الشرطين لم يتحققوا فلابد أن يكون الموصل متقاطع مع الخطوط المغناطيسية ده الشرط الأول ويتحرك ده الشرط الثاني وطبعا ممكن نثبت المجال المغناطيسي ونحرك الموصل فيه أو نثبت الموصل ونحرك المجال حوله فاللي حاصل هنا أن السلك متقاطع مع خطوط المجال المغناطيسي الناشئ حول السلك لكنه لا يتحرك فيه ولا المجال يتحرك حوله إذن لن ينشأ جهد كهرابي على السلك طيب لو مررنا في السلك إشارة الطيار دي بتتزايد بمعدل معين DI by DT ولا يساوي الصف فده معناه إن المجال المغناطيسي اللي هينشأ حول السلك هيتزايد في الشدة أيضا تدريجيا بشكل مناظر لتزايد شدة الطيار يعني عدد خطوط القوى المغناطيسية هيتغير من صفر إلى عدد معين فبذلك تكون خطوط القوى المغناطيسية متقاطعة مع الموصل وتتحرك حوله يبقى كده تحقق الشرطين فهينشأ فرق جهد كهرابي بين طرفي السلك ويسمى جهد الحث أو الجهد المستحف induced voltage وهي دي ظاهرة الحث الذاتي للمواد وطبعا إحنا ملاحظين الشبه ما بين الحث الذاتي والقصور الذاتي فكلاهما يحدث لا إراديا يعني حاجة مش بأدينا ما نقدرش نمنعها فلذلك بنقول الذاتي يعني من تلقاء نفسه غصبا عنه يبقى لما نحب نعرف ظاهرة الحث الذاتي هنقول إيه هي ظاهرة نشوء فرق جهد كهرابي على جسد المادة نتيجة لتغير شدة الطيار الكهرابي المر فيها ولما يكون الطيار بيتغير بمعدل ثابت زي كده يعني DI by DT لها قيمة واحدة ثابتة فده معناه إن عدد الخطوط بيتزايد بمعدل ثابت يعني أكن الموصل محطوط في مجال مغناطيسي كده ومتقاطع مع عدد معين من الخطوط وبيتحرك كده أو كده المهم إنه أثناء حركته لا يتغير عدد الخطوط المغناطيسية المتقاطع معها أما إذا كانت DI by DT بتتغير في كل لحظة زي الإشارة الأي سي مثلا فكأن الموصل موضوع في مجال مغناطيسي أيضا وبيلف كده طيب إحنا لما عرفنا الحث الذاتي من شوية قلنا نتيجة لتغير شدة الطيار الله؟ طيب ما هو تغير شدة الطيار؟ معناه إن الجهد اللي بيدفعه هو اللي تغير أصلا طيب إش معنى بقى قلت؟ تغير شدة الطيار بالأخص ما ينفعش أقول تغير قيمة فرق الجهد؟ لا ليه؟ لأن لو افترضنا أن نقدرنا نطبق بين طرفي مادة فرق جهد كهربي متغير دون أن تتغير شدة الطيار المار ده فرضا يعني؟ فإن تغير فرق الجهد فقط لن يعمل على تغيير شدة المجال المغناطيسي الناشئ حول المادة وبالتالي لن يظهر الحث الذاتي لذلك بنقول تغير شدة الطيار بالأخص مش الفولد كده فيه أسئلة كتير كتير قوي قبل ما نسأل السؤال الأول عاوزك تنفذ الكلام اللي هقوله لك دلوقتي درس الملف ده مش عاوز أقول درس صعب لكن الصربعة أو الاستعجال أو عدم التركيز فيه ممكن يخليك تتشتت فعاوزك لما نكون قاعدين بنجاوب على سؤال معين ما تفكرش في أي سؤال آخر وما تشغلش نفسك بأي تساؤلات قد تخطر في بالك ركز في السؤال اللي احنا بنجاوب عليه فقط طيب السؤال الأول هذا الجهد الكهربي المستحف كيف تكون قطبيته تتخذ قطبية هذا الفرق في الجهد اتجاها محاولة تثبيت شدة الطيار الكهربي المر في المادة على قيمته فمثلا لو كان عندنا سلك كهربي يمر فيه طيار كهربي ثابت على قيمة معينة فإذا أراد الطيار أن يتغير من هذه القيمة إلى قيمة أقل فإنه بمجرد ظهور معدل تغير في شدة الطيار مع الزمن سينشأ فرق جهد حثي على السلك وبهذه القطبية حتى تعمل هذه القطبية على تمرير طيار حثي في نفس اتجاه الطيار الرئيسي يعني الجهد الناشئ بيحاول يمنع الطيار الرئيسي من تغيير قيمته والهبط للقيمة الأقل أما إذا أراد الطيار أن يتغير من هذه القيمة إلى قيمة أعلى فإن جهد الحث الناشئ سيكون بهذه القطبية أي يحاول منع الطيار من الصعود إلى القيمة الأعلى طيب على أي أساس بتقول أن القطبية دي كده معاكسة وكده مش معاكسة وليه مشيت الطيار كده؟ ليه ما مشيتوش كده؟ عاوزين بقى أنفرق ما بين حكتين فرق الجهد الساقط وفرق جهد المصدر يعني لما نعمل دايرة بسيطة زي دي الطيار في الدايرة ماشي كده وعشان يمر في المقاومة فلابد من إسقاط جزء معين من فرق جهد المصدر بين طرفيها ففرق الجهد الساقط تمشي من جوة العنصر لأنه بيدفع جوة العنصر لكن فرق جهد المصدر بيدفع من خارج هذا العنصر اللي هو المصدر لأن الطيار ما بيمشيش من جوة البطارية بل ينتقل من طرف لطرف طيب جهد الحث الناشئ دا جهد ساقط من مصدر الجهد الرئيسي ولا يعتبر مصدر آخر للجهد؟ لا دا يعتبر مصدر آخر لدفع الطيار فلما يبقى بيعاكس هيبقى هنا موجب وهنا سالم لأن قوة الدفع هتبقى من برا ولما يكون في نفس الاتجاه هيبقى هنا سالب وهنا موجب أو بشكل أبسط تقدر تقول إيه؟ هنا الموجب بتاع المصدر الرئيسي يعني بيدفع كده فعشان أعكسه أحط له موجب أصاده يدفع عكسه كده وعشان أزق معاه هحط له سالب أصاده فيشد معاه في نفس الاتجاه طيب سؤال آخر هذا السلك بينشأ عليه فرق جهد حثي قد إيه؟ عندما تتغير شدة الطيار الكهربي المر فيه بمعدل إيه؟ هذا ما يعرف بمعامل الحث الذاتي لمادة ما ورمزه اللي كابيتل ترجمة نانسي قنقر